إسقاط القاعدة بالمثال الشاذ هو من عيوب التركير وهذه مشكلة كبيرة لدينا أيضا أنه دائما المجتمعات فيها حسنات وفيها معائب لكن لما نحن نترك الشيء الشائع والشيء يعني لما نقول أهل هذه القرية بخلاء الصفة العامة يعني تأتي عند تقول لا لا ليس بخلاء فيهم فلان كريم طيب كم واحد فيه مثل فلان أنا أستحضر في هذا موضوع العدل في تاريخنا 1400 سنة دائما لما نأتي نتغنى ونحن نتحدث عن مآثرنا الحضارية نذكر العمرين طيب لو لم يكن العمران موجودين في هذا التاريخ المستطيل في الزمان والمستعرض في المكان لو ما كان فيه إلا هذان الرجلان إيش نصنعه ثم وجود اثنين أو خمسة أو عشرة أو ثلاثين أو خمسين في أمة كانت تحكم نصف العالم يوما ما ولفترة طويلة من الزمان أربعة عشر قرنة يعني في تاريخ الطويل وتأتي تقول لي والله عندنا فلان وفلان كانوا عادلين فلان وفلان كانوا كرماء فلان وفلان كانوا زهاد أنت تسقط القاعدة العامة وتغض الطرف عنها وتصدر الحكم بناء على شيء على شيء شاد وهذا أيضا يعني لما بتقول والله الحروب بتأدي إلى الفقر فقل لك لا واحد لا لا كلاما غير صحيح فلان كان تاجر أسلحة وليك ما شاء الله صار غني طيب كم واحد بيصير بيكونه في المجتمع كم واحد بنقصف بيته كم واحد بيفقد من عياله وكم واحد بيكون في تاجر أسلحة في المجتمع خمسة ستة عشرة خمسين مئة مئتين خمسمائة ألف ذلك الخسائر تطول مئات الألاف من الناس فإسقاط القاعدة كما يقول مالك بن نبي رحمه الله إسقاط القاعدة بالمثال الشاد هو ما ابتلينا به في كثير من مفاصل التفكير مفاصل التفكير لدينا وتقدير الحالات وتقدير الأوضاع